عايز بس أقول للناس المستثمرين بشكل عام وبالذات اللي بيهتموا بالاستثمار في التصنيع والإنتاج مش الأنواع الأخرى من الاستثمارات اللي هي بالتأكيد برضو مطلوبة المراحل الاقتصادية الصعبة اللي بيمر بيها العالم زي دلوقتي بيبقى فيها أحيانا ما قد تطلق عليه الحتميات الاقتصادية كنا بناخدها زمان دي زي يعني المراحل الاقتصادية الصعبة بتخلي عندك حتمية أنك أنت تذهب أكتر للاكتفاء الزاتي من الغذاء مثلا وده اللي عملته مصر من 2014 بالمناسبة أنها اشتغلت بمنتهى القوة عشان يحصل عملية اكتفاء زاتي من الحاصلات الزراعية وبالفعل حقا اكتفاء زاتي في أكتر من الحاصلات ده واحد اتنين أنا أظن أن الحتمية الاقتصادية الحالية مجرد ظن بني قدم متواضع كان بيدرس اقتصاد زمان إيه هي أنه حتميتنا الاقتصادية بتقول إن إحنا لازم هنشتغل أكتر بكتير عما سبق للوصول إلى مش بقولك الاكتفاء الزاتي من كل شيء مفيش حاجة اسماء اكتفاء الزاتي وأنتاج من الإبرة للصاروخ المصطلح الستينياتي ده يمكن كان لايق وقتها هو ما ينفعش دلوقتي لكن إحنا نقدر نزود نسبة المنتج والمكون المحلي دايما خلونا كلنا نقعد نشتغل ده الجماعة اللي بتستثمر في التصنيع يا جماعة اللي هتقدر تشتغل عليه بالمكونات المحلية المصرية اشتغل بالمكون المحلي المصري ما تستسهلش الاستيراد ده واحد اتنين تكلفة الاستيراد أصلا أصبحت غالية عليك يبقى الجدوة الاقتصادية بتاعتك بتقولك اشتغل على ده طيب علشان نقدر اشتغل بمكونات محلية قدر الامكان فعلى سبيل مثال أنا أظن أن احنا محتاجين أكتر من نشط عمليات التعديل اللي موجودة في مصر والكشف على الصراعات المعدنية اللي موجودة في مصر أكتر وأكتر وعمل عليها بروساسنج أو مجموعة عمليات علشان تبقى هذه المواد الخام صالحة للتصنيع فيما بعد أو تخش في مكونات صناعية فيما بعد بدل ما باتطرد أنا أصدر خام لا احنا وقفنا برضو ده مش وقفنا لكن قللنا قدر الامكان بدأ من 2014 مرحلة اللي احنا فيها قد يراها البعض مرحلة شديدة الصعوبة ولكن يراها بمنظار أسود أنا بشوفها مرحلة شديدة الصعوبة ولكن أراها بمنظار دهب دي المرحلة اللي هنقدر نعمل فيها صناعة بجد بجد مش مصدق قعد تفرج على اللي حصل في أمريكا في أول أزمة اقتصادية خالص ساعة 1906 سبعة وبعد كده 1929 السلساء الأسود وشوف هنا بقى إزاي إنه دي كانت المرحلة الذهبية للصناعة الأمريكية وإنه بلد زي ديترويت وميتشجن أصبحوا هم قلعة الصناعة ورافض الاقتصاد الأمريكي الأول بسبب الأزمة دي الناس عايزة تشتغل فنروح مدخلهم المصانع أشغل الناس وادفع مرتبات فاخلق دورة رأس مال طب أنا بشغلهم في إيه؟ في تصنيع فهم صنعوا قلاع مصانع العربيات الأمريكية على سبيل المثال وبعد كده بقى في عندنا بقى صناعات تقيلة حدس ولا حرج يعني تمام؟ المرحلة اللي احنا فيها دي نقدر نطلع منها دهب هتيجي تقولي بس أصل الدولار هقولك برضو تطلع منه دهب أن المنتج بتاعك أرخص في سعره لأنه أرخص في تكلفة إنتاجه من المنتجات المكافأة لي على نفس مستوى الجودة فانت عطرف تصدر أسرع وانت بالفعل عامل شركات اقتصادية محترمة عندك اتفاقات سنائية ما بينك وبين انجلترا حتى بعد اخرجها من الاتحاد الأوروبي عندك اتفاقات الشراكة المصرية الأوروبية عندك اتفاقية بتاعة تركيا عندك الاتفاقية بتاعة أغادير مع المغرب عندك علاقات شديدة التميز مع إفريقيا بص تاني أنا بقول المصنعين المصريين اللي عاوز يطلع فلوس بجد ده نمر واحد إن كنت عاوز تبص المصلحتك الاقتصادية المباشرة ولو عاوز تبص على مصلحتك أنت والبلد فاللي عاوز يساعد البلد دي يشتغل على التصنيع من دلوقتي وبقوة المصنع وهو أرض هيترفع جمالونات وتحط في المكان هم ستة شهر هتنتج ده لو أنت عاوز ترجمة نانسي قنقر